السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في دلوقتي الموقع ده يجعلك تعمل كارتون أو تعمل أنيميشن أو بدون المطاقة تتعلم حاجة راجلتين لا المطاقة سهلة جداً تمبريت جاهز بتعدل فيه وتلاقي الحاجة سمعين تمام؟ دي الفكرة مجرد راجل اند جروب وتلاقي عملت العرض التقديمي في السواين فزي ما تشاف فيه أشكال كتيرة جاهزة انت متعبش فيها انت مجرد بس التفكار وتبدو الشافية تبدو مثلا تكتب تيكست معين تقدر تسجل السوق معين وهكذا هو بيقول لي بدي اعمل بسجيل دخول فتسجل بقى من خلال حسابك في ميكو صوفت أو في فيسبوك أو جوجل تختار حساب بتاعك هو بيقول لي انت عايزت عام حاجة برسنال من بروبيت تبدو شوف ايه الحاجة الوصلي تمام؟ هنا بقى بتدبقى تفكار بقى ممكن تتلعز عن الفيديو جديد او تفكار تنبيلت دخلنا مثلا نفكار التنبيلت دوت تمام؟ بيقول لي edit let's go هذا البرس دي وهنلاقي حاجة معمولة جاهزة انت بس ايه بتبدأ تخصصها تعربها تمصارها تخليها مناسبة لك يعني هنا ده اول شريحة وثانة شريحة وثانة شريحة وثانة شريحة لما نيجي نتشغل وهذا الفيديو بقى بيظهر معنا فنبدأ احنا بقى نختار التعديل اللي احنا عايزين ممكن نيجي هنا برضو ندوس هنا ونقول ايه هابي نيوير مثلا او يكلم بعيس كتابة طيب لو في اي شكل من الاشكال موجودة تضطف عليه وتعمل بلس ميديا وتحط الصورة التانية بداله اي صورة انت عايزة بقى حاجة تكنولوجيا مثلا يبدأ يحمل بقى هو صورة الاهوة ويبدأ ان هو يخطها في البرزنتيشن تقدر بقى ايه تتظهر بقى تقول له نعايز اعمل اضيف لعطة جديدة مشهد جديد تقدر تعدل تيكست تقدر تشوف الحاجة الموجودة تقدر تعلم على الصوت ده وتعمل له ريبليس طيب ده احنا كافة تدعم مود ممكن نقول له script mode script mode يعني بتبدأ تكتب التكست كل شريحة اللي انت عايزه يصهر طيب خلصت بتقول له publish مبلش يبدأ انشر الفيديو فبيقول لك في نسخة الليها بلايش و في نسخة الليها بريميوم فتبدأ انت تختار انواحد فيهم اللي تعايز الشعر عليه تمام ترجمة نانسي قنقر